أما هلأ بفقرتنا بهذا الوقت ضمن صباحنا غير بأول فقرة كنا مع ضيفة من محافظة ترطوس وهلأ حننتقل لحالة بالشهبة يلي دائما ضمن صباحاتنا نتطمن على أهلنا نشوف اليوم كيف أوضاعهم بعد هاي الكارثة اليوم الفرق التطوعية شو عم تشتغل على الأرض اليوم أيضا حنخص مبادرة شهيق زفير عبر اتصال هاتف لنعرف اليوم أهم نشاطاتهم شو عم يحضروا بالأيام المقبلة وخاصة نحن على أبواب الشهر الكريم وخاصة دائما نحن نقول شهيق زفير هي موجهة أكتر شي للأطفال اللي عندهم احتياجات وعندهم احتياجات خاصة خلينا نقول ذوي الهمم منتصر كيالي صديقنا ومؤسس المبادرة من حلب بدي لك سعد صباحك صباح الخير سعد صباحك صباح الخير منتصر بداية استاذ منتصر يعني مبادرة شهيق زفير كانت موجودة على أرض الواقع من بداية الكارثة على سوريا خبرنا يعني بعد مرور تقريب الشهر والأسبوع على الكارثة شو آلية عملكون أول شيء في البداية صباح الخير للجميع صباح الخير لأي أحد أماني قيدو نحن بصلاحة بالبداية الكارثة كنا موجودين على أرض الواقع كنا عمشتغل كنا سواء كنا موجود بالإغاثة بالإستجابة بأي شيء كنا كنا موجودين والحمد لله هلأ حالياً أموش في نوع ما ركزت نوعاً ما صارت أفضل أفضل من قبل حالياً نحن عمشتغل موجودة على موضوع الدعم النفس للأطفال لأن الدعم النفس للأطفال لأنهم دفصل لها الأطفال من مالوزن لحد الآن أنا بشوف أطفال بالشارع قايفين عندهم خوف عندهم عندهم فوبيا عندهم يعني سواء أي أيام الحرب مالوزن وهلأ حالياً ينصد شيء جزلزال كاريسي هذا فنحن عمشتغل موضوع دعم النفس للأطفال في شهر الأطفال اللي يطعوا بنا تماماً نعم أستاذ منتصر خلينا نحكي كونه نحن على أبواب الشهر الكريم أكيد في تحضيرات ودائماً نحن بشهر العطاء نتعود على الفرق التطوعي الإنساني الخيري نكون عنده اليوم برنامج وداتا حتشتغل عليه ضمن الشهر الكريم خبرنا أكثر اليوم شو تحضيراتكم أول شيء شهر رمضان شهر الخير شهر العطاء شهر الكلام طوضنا نحن نكونوا موجودين معنا فرق كتير طوضنا نكونوا معنا فعاليات معينة تجارية صناعية إلى آخرين سيكون نحن لدينا إن شاء الله في رمضان سوء خيري سيكون أطفال الدون بضافة لأطفال عادي نستمر لمدة الشهر بالتعامل مع جميع الرجاء سيكون دوامهم من بعد الساعة 17-18 بالليل تضمن فعاليات كتيرية تضمن باقي يدخلوا مثلا أطفال الدون في مجال البيئ نحن نركز دوما عن موضوع أطفال متلازمة للحب أنه هنا أساسا هذا الشغلنا نحن هذا الشيء ضروري يكون نركز عليه فنحن يكون هناك فعالية كثيرة من موضوع بيع من فعاليات فنية ثقافية إلى آخر يعني كيف حالة يكون في المضان لأن المضان هو شهر شهر العطاء وإن شاء الله إذا ألا رد نحن نكون في الفعاليات الثانية نحن نكون نتواجدين مع عائل حلبية متعاففة مستورة نحن نفطر معها بالجيوتة يعني هذا الشيء كمان ما بعض إذا حدث صار معهم نحن نكون موجودين ببيوت بعاليات متعاففة حلبية نفطر مع فريق الكامل فريق شهي وسفير نحن نكون موجودين بفترة الأفطار مع تقديم سنة الغذائية وإلى آخرين هذا أفضل شيء نحن نعمل بالفترة بالذات لأن الناس طرح من الموضوع اسمه ثلاثة الزلزال فنحن نحن عملنا نكون دعم نفس الناس نعطيهم قوة نعطيهم دعم نعطيهم بس من حيث أن يكونوا هنا على أرض واقع تمام طيب خبرنا أكتر عن أهمية الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي للأطفال اللي تضررت نفسيتهم خبرنا أكتر شو الفعاليات أو الأنشطة اللي عم تقوموا فيها اليوم بمراكز الإيواء نحن من ثاني يوم أو ثالث يوم كنا موجودين مع فرقة كتيرة كنا مع فرقة السونة للغقص كنا مع سمية حلاء إن هي تشتغل عن موضوع الدعم النفسي فاشتغلنا فعاليتين كنا حلوين بمراكز إيواء عفوا بتبس عاليات كنا موجودين مع الأطفال بفتر وفترات كان مثل تقديم ألعاب تقديم فخرات فنية تقديم رأس فهو الطفل بحد ذاته يعني عندك من جواته شي حلو فليش نحن ما نستغله فكنا موجودين وكنا مستمر بهذا الواقع بالذات ومن يومين التقديمها كما كنا بفعاليها زيديتين مع الأطفال كان فيه فعالية تقديم دعم نفسي للأطفال وكانت لدول كبير ببعث إذا شفتوا هذا الموضوع بالريبورتاج القديم كان كين حلوك يعني أقدم شاله جديد ما بعث إذا موجودة بموجودة من زمان موجودة أو هالحالية موجودة بتمنى يعني كل الناس ركزوا هالموضوع بتمنى أني إلي طلب واحد بس الأطفال هن أساسا دعم دعوات المجتمع وهن أساسا يعني هن المجتمع أساسا فلازم نركز على موضوع الأطفال نحن لازم نركز على موضوع دعم الأطفال لأنهن إن شاء الله كي مهمين نعم أستاذ منتصر نتمنى لكم كل التوفيق ونقلكم يعطيكم ألف عافية قبل ما وضعك تم مني اليوم عن الأحوال الجوية بحلب اليوم بديم شقة أمطار الخير يعني الحمد لله حلب الخير هي دومة لحلب الخير فيها حلب متل ما بتعطي حب تعطي تعطي سعارة فيها شوية مطر نوعا ما والجومة أبوه الحلوية جودت جومة وسلناك ونحن بحلب زرونة برمضان هيدعوة يمجن من شهير وزافية لكل الطائم موجود معكم زرونة برمضان مش هنشوف السوق الخير إن شاء الله أكيد حيكون إنا زيارات لنطمن أكيد على أهالينا بحلب تحياتنا لك الأهالي حلب وشكرا لإلك يعطيكم ألف ألف عافية شكرا أستاذ يعطيك العافية يا أستاذ منتصر يا هلا